السلام عليكم اليوم الدرس قبل الأخير من المنحك حق الكيميا العامة البروتينات وبعد هذا المقطع ينزل على طول اللي هو الثاني اللي بيت وما نبدأ الدرس البروتينات يقول لك الدكتور بدي من المحاضرة يشرح لنا أنواع البروتينات يقول لك أنه في عندك بروتينات بولر ونبولر أو بشكل صح البروتين في بوه بولر وفي بوه ننبولر خارج واحد داخل فالأسم هذا يعتمد على الهو بالخارج فإذا كان البولر او Teron Pooler خارج نقوله glaube Moore protein إذا كان ننبولر الخارج نقول لنا Non pulere protein كيف مواصفاتهم؟ يقول لك أن البولر ذائب التالي غير ذائب وأمثلة يقول لك أن الدم بالحليب او fuckin Polar Proteins والشاعر والقرون webs طبعا هذه تشير ل opini ملاحظة مهمة الآن الدم بروتينات والحليب برضو بروتينات بس الدم والحليب بشكل سائل ما معنى الشعر والقرون والأضافر؟ بروتينات بس صلب هذا السؤال القواب هو البولر والمانبولر في ملاحظة ثانية أقول لك أن الحليب عندما تسخينه تسخين الحليب وسلق البيض تكليل من نفس العملية هنا أنه انعكاس الطبقات يصبح النار بولر خارج يصبح النار بولر خارج يصبح غير ذاعب فهي ترسب في الخارج أو في الطبقة الخارجية الطبقة من الحليب من الرئيش وسلق البيض نفس الكلام المريع يعني أقصى تمام وبعد أن دكتور شرح هذه السلايدر حفظة هنا طبعا مطلوب أنهم تحفظوا بس في ملاحظة ثانية محمدة هنا اللي هي الكرياتين والكولوجين هنا الكولوجين وشكلها نقول لك أنه Long Insoluble Fibers Insoluble معنى غير ذاعبة فالكرياتين والكولوجين هذول هنون بولر بروتينات تمام نفس الشيء يقول لك أن الحير والهورن والهوفس والفينجرنيز أضافر والقرون والشعر هذا كله هم من الكرياتين والكولوجين يقول لك الكولوجين هنا مثل التندنس مثل يعني ممكن تحصلهم في العظام في التندنس اللي هي الأربطة تمام وتكلم برضو عن الممبرين والإنسلين ووصل للملاحظة مهمة للأنزيم يقول لك أن الأنزيم تستخدم إضافة بروتينات تمام وضع في الأنزيمات المهمة أن نتسرع التفاعلات تمام بس الملاحظة اللي هي نحتاجة لك دلس البروتينات إن كل الأنزيمات بروتينات تمام ويوجد كل المستقبلات بروتينات مشروع لا نخليه على المستقبلات خلوية التي تستقبل فيها بالإشاءات المستقبلات هذه هي البروتينات تمام الآن لما تأكل شيء في البروتينات القسم يتخلص من كل شيء يتخلص من كل حاجة ويبقي الأحماض الأمينية الحمض الأميني هذا مدول من إيش؟ يعني كالما تعرف هذا تعرف من حمض أميني في لومور صفات طبع أن الكربون هنا مربوطة باليسار دائما باليسار الأميني مش قول لك الحمض أميني حمض أميني حمض في عندك حمض وفي عندك مجموعة أمين هذه مجموعة الحمض اللي هي COOH وهذه مجموعة الأمين فحمض أميني يعني من شكلون من اسمه تمام طبعا في عندك الار الار هذه اللي تعتبر زي بصمة البروتين لأنه في هذه القزئية البروتين منت كلها متشابهة باقي هذه اللي يختلف فيها فشنوصل للآن؟ تمام قولنا كربوكسيل وأميني فركزوا برضو أنه البروتينات الطبيعية مجموعة الأمين دائما باليسار ممكن تكن تصنع بروتينات غير طبيعية تكون مجموعة الأمين باليمين بس هذه يعني مضرة وغلب إنسان محدده طبعا وصلنا برضو إلى هذا اللي هي القداول الجميلة هذه تمام والدكتور قال يتحفظ غوز فالطلب منه أن نفهم هذه الحاجات هذه طبعا كيف شكل سؤال بالاختبار شكيب لك مركب هذا كلام ما أقول من الدكتور شكيب لك ذلك مركب بدون اسم بدون رمز بدون أي حاجة شكيب لك ذلك مركب وشكيب لك حتليه البروبيلتيس حقه والمواصفات المواصفات اللي يمكن تكون هنا بالليمين Asitic Puller Neutral Non Puller ومدري حيش هذي كلها فشكيب لك واحد وشكيب لك ايش المواصفات حقه البروبيلتيس تمام فجل ما قلنا هنا وينه ايو هنا قلنا هذه البصمة وينه يختلف طيب في القدول الأجزاء هذه ملونة بالأحمر الأجزاء الثابتة ملونة بالأحمر والمختلف هو اللي بالأسود تمام فهذا اللي هم بالأحمر بالأحمر هذه هي الأجزاء الثابتة طيب أحدكم من في نساء السؤال قبل ما نبتنشرح هذه وانا في عندي طريق نشرح فيها قبل ما نبتنشرح فهذا تندوي السؤال اللي هو أمينة انتقلت أن مجموعة الأمين باليسار دائما باليسار ومدتبع ولا دقائي تحت شوفها تحت كيف يعني ايش اللي قاسيح صلينا طيب طبعا مثلا نمسكلك هذا طبعا هذا مثلا الألينين الألينين نتروح عن جوجل وتكتب الألينين structure تمام شكل الألينين تدور جوجل ستطلع لك هذه الصورة هذا هو الألينين هذه الصورة أنا أخطي من جوجل ألينة H يسار ولو H و C O O H باليمين تمام فهذا يمكننا مرصومه بشكل ثاني بس يعني المهم أن الشكل الطبيعي للألينين هو أنه ال N H باليسار عام ومانا مش مهم ركزي على اللي بدلنا الأسود لأن اللي بدلنا الأسود هو اللي تحدد لك المواصفات طيب كيف نعرف المواصفات؟ هنا عندي طريقة هذه نكتر نستخدمها وعلى أول ما تشوف بروتين تتعرف أنه Neutral non-puller non-puller basic تمام تمام هذه طريقتي وطريقة ضد الدكتور وبرضة الدكتور شاركة طريقة ملقودها في التسجيلة التاسع من الدقيقة 13 للي اشتير قاعدة أي ما نقول طريقتي الشيء الأول اللي لازم تحدده في المركب قابلك مركب وخلك أول حاجة اللي لازم تحدده إذا كان puller ولا non-puller إذا كان قطبي أو غير قطبي طبعا شرحنا في الدرس المركبات المتعمقة إيش معنى قطبي وإيش معنى غير قطبي لكن يعني الآن يعني المراقعة بسيطة الغير قطبي non-puller غير قطبي يعني C-UH يعني كون اللي بالأسود كله عبارة عن C-H-C-H-C-H فإذا كان اللي بالأسود C-H تمام يعني مكون من C-UH فقط أعلى قلتقل نون-puller والnon-puller التفرع اللي في حتى حاسة يعني نحن كن من أول حاجة تعرف في المئة neutral طبعا مستحيل تحصل بروتين نون-puller وتقول مثلا أسيدك مافيش كل النون-puller neutral تمام فالمنون-puller هنا سهل مثال هنا هذا لو عملنا مثلا كده سكرنا عليكم هذا يلا شاء الله ما أحد غير سيطة طيب الآن تلقي عشو المقطع اسمار هذا يلا إيش هو هذا إيش البرابراتيس حق هذا المركب اللي هو اليوسين من الأسود شوفنا C-H-C-H-C-H فعلاته تعرف أنه non-puller وإذا كان non-puller فهو neutra نرجع هنا non-puller neutra طبعا هذا كله non-puller neutra لأنه C-H-C-H-C-H-C-H طيب ثواني هذي هذي هذيش نحتاجي هذيش نحتاجي هذي سكر عليكم طيب شاء الله مش واضح طيب ياضح نرجع طيب هذا اللي ما تعرف أنه non-puller طيب متى تعرف أنه أو يعني إذا كان puller طبعا إذا الpuller هو أي حاجة مركب C-H-C-H-C-H وش فيه بـ O كده بنصة كده بتحصل O تمام؟ أو ممكن تحصل كده S ولا N تمام؟ ولا ممكن C-O-H ولا N هات كثيرة تمام؟ فالمهم احنا عارف أنه ما عنه غير قطبي وعرفنا كيف نحدد إذا كان غير قطبي تمام؟ الآن قلنا إذا كان غير قطبي فهو يحتمل ثلاثة احتمالات تحته يا neutral يا basic تمام؟ فهو مش بسهورة تعالى هنا non-puller أما هنا إذا ال-puller فهو واحد من هذولا فأنت لازم تعرف أي واحد من هذولا سهلا النوتران يقول لك هنا تكون في المجموعة السعودية اللي بلونا الأسود تكون فيها ذرة اكسوجين أو يحني أحيانا ال-OH تمام؟ ولا كربونا واحدة ولا نيتروجين واحدة تمام؟ فأنا تلتقول لنا puller neuter إذا حصلت هذه المواصفات تمام؟ طبعا هذين هذا ال-puller تمام؟ بس يعني ال-puller اللي هنا ضعيفة لدرجة أنه لا تعطيش الصلاحية أنه يكون أسيدك ولا بيسك تمام؟ فهذا يعني يعتبر puller بس إنه مش قوي كفاية أيوه مش قوي كفاية أنه يصبح أسيدك ومش قوي كفاية أنه يصبح بيسك تمام؟ ما تصبح أسيدك ولا بيسك أسيدك إذا حصلت بالجزء الأسود هنا C-OH ولا C بعدين double bond O وبعدين OH هذا اللي هي مجموعة تلك الهذا تكون على طر أسيدك تمام؟ والبيسك إذا حصلت نيتروجينة تزيرة بالمثال بالأمين هنا ونيتروجينة هنا ومدر إيش هنا هذا تقول هذا بيسك طيب يلا هنا نريع نحل المسائل هذا اللي هو ال-CH خلاص واضح هنا الجزء الأسود إن عندك CH بس إن عندك COOH ممم COOH هنا عرفنا النوع مش puller لأنه مش كله C-H تمام؟ فهذا هذا puller طيب puller قلنا يا neutral يا أسيدك يا بيسك هذا من شكله إيش تتوقعه أسيدك هذا أسيدك تكد طيب اللي بعده C-W-O وفي برغوة NH هذا يشو؟ هذا غالبا سيدك برغو سيدك طيب C-OH نفس الكلام وهنا C-W-O نفس الكلام سيدك طيب أيبا طبعا في NH لماذا نقول إنه basic لماذا قلنا إنه صيدك ال-Basic حنا قلنا لما يكون في N-N-N طيب نفتح بها عشوائية هنا طيب هذه C-H وبعدين بنزينة كبيرة وبعدين OH أي فوقع أي شيء بداية هل هذه بولر ولا خلاص وقف المقطع وقل لي ايش مواصفات هذه طيب نرجع احنا قلنا هنا C-H 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 هذه كلها C-H C-H بس عندك هنا OH بما عنده OH على قلت قلنا بولر طيب فبولر يحتمل ثلاثة احتمالات neutral acidic ولا basic قلنا O بس لحالة صغيرة فهي مش قوية كفاية ان تصبح اسمها ان تصبح ذلك ال-Basic فعلا قلنا نقول يلا ايش neutral polar تمام طبعا الطريقة هاي تمشي عليهم كلهم ف يس احفظوها او افهموها اهم شيء طيب نكملنا يا الله لي بعدها هذا قلنا ال- properties والتسكيلة 9 الدقيقة 13 اللي ما فيها مش في التسكيلات ونرجع لنا الحاجة مهمة اللي هي موش نرجع لنروح ال- peptides طيب الببتيدات هذي يقول لهم انه متى يقول معاك ببتيد الببتيد هو الناتق من تكون او الناتق من ارتباط ايش ماذا ببتيد ايه في تكون طيب ببتيد او يعني هنا في صورة قوضيحية شوفوا هذا amino acid وهذا amino acid ارتبطوا برابطة اسمها ال- الامايت ايه رابطة الامايت هذي تمام فامينو اشد عندك امينو اشد وارتبطوا برابطة ببتيد فهذا يعني رابطة امايت فهذا يعني يعتبر هذا ال- dipتيد نوصل للدائبات شوية امام طيب ايه في تكون طيب يقول لك ارتبطوا بعملية اسمها ال- dehydration او يعني بطريقة اوضح اللي هي ازالة H2O طيب ومشنا عندك COO او مرسومة بالشكل هذا وهنا اقول لك NH20 طيب اركز معي هنا شوية احنا قلنا دائما COO باليمين وال NH بالإسار سمام قلنا دائما COO باليمين وال NH بالإسار طيب هنا N مربوطة بثلاثة H وهنا C مربوطة بثنتين O صح طيب خذلك ثنتين H من هنا ثنتين H من المركب الأول و O من هنا يصبح H2O و طار للماء والآن يلقى ال- N يثبط مع C و اركب العمل لك هنا اللي هو الببتايت طيب او اللي هو الامايد رابطة الامايد يجب التكون رابطة الامايد هذه معلومة جانبية رابطة الامايد تكون بين نيتروجينة و مجموعة كربوكسيل أو كربونيل اللي هي C double bond O فال- N مع C double bond O الرابطة الامايد اسمها الامايد و اخرج معنا ما طبعا البيبتايت انواع ممكن يكون عندك Di-Beptide داي بولر فدي هنا معناته صناعي و TRI معناته ثلاثي فدي ببتايت مما أنه صناعي فعندك سنتين امينو أسودات صناعي و TRI ثلاثي يعني ثلاثة امينو أسودات طبعا هذا اللي مطلوب من معنا فيه اكثر هنا دائي ! بيبتايد ! بمدريش ! طيب السؤال ليس يقبل اختباس يقبل المركب بيجلق لك هل هذا دائي بيبتايد ! بلا تراي بيبتايد ! ولا نوع أفتايد ! ماذا تفعله ؟ تعد لأن النوع البيبتايد من عدد الأمينات عدد النيترودينات هو يستعرف كم الهدف هنا كم النيترودينات هناك واحد ثلاثة نيترودينات فتقول خلاص أعطي الدائي بيبتايد كيف يعني TRIBEPTIDE؟ TRIBEPTIDE يعني ثلاثة مجموعة أمينية أو ثلاثة أمينو أشدات فعندك TRIBEPTIDE و TRIBEPTIDE هذه مجرد توشع يقولك أن هذا أمينو أشد وهذا أمينو أشد وإذا استبطوا مع بعض أعمالك DIBEPTIDE الوثناعي في وضع TRIBEPTIDE عندك Oligai Oligai وببتايد Oligai وهذه لو تترجع من اللاتين يطلع معنها بعض من تقريبا أو few of طيب فOligai وببتايد يقولك بعض من الببتايدات فالعدد تحديدا يكون من أربعة إلى عشرة تقريبا أكثر منهم يرجع Polybeptide تذكروا Polysaccharides هذا Polybeptide فالبولي لما يكون أكثر من عشرة وغالبا اللي نتعامل مع دائما هو Polybeptide يعني لما نوصل لل طبعا هذا ما نأخذه في مادة تشيزمة البيوكميستري ما نأخذ هذا كله اللي بتتفصيل فالبروتين هيدروليسس طيب هنا نرجع إحنا الآن قلنا أمينو أسد وأمينو أسد ارتبطوا لما شلينا ماء صح؟ طيب كيف تفكهم؟ ولأن ارتبطوا لما شلينا ماء تفكهم رجع الماء ببسنا طيب هذه النقطة للهيدروليسس هيدروليسس معلاته إضافة ماء لفك المركب هيدروليسس معلاته إضافة ماء لفك المركب واشنأخذه برضو في الليبتس اللي هو الهيدروليسس شننتكلم عليه بتوصيل أكثر فعندك هنا هذا الـ trybeptide كيف عرفتنا الـ trybeptide N و N و N وهو trybeptide وهناك برضو عميد وانت ومدري اس لو أضفنا H2O سيتفكك طيب لأن الـ H2O شننتك مع الـ N والـ O شننتك مع الـ C وخواه شرقك لو عاد مستقر محتاجش الآن فاش تفككك طيب الآن protein structure هذه برضو أقتمعنا في المنهاج مع أنه موجودة بتفصل أكثر في الـ biochemistry فـ يعني سادي مقرد مقدمة يعني أنه يقول لك الأسامي فعنده primary, secondary, tertiary و quaternary المنهاج 하면 ترتيب الأمينو اثدers دون نظرado بعد أجل التركيب ثلاثي الأبعاد يعني شكلهم على ورقة كيف يكون هذا One primary structure لو زادوا الأمينو أثدات كثروا 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 هو الروابط للـ non coveeans و بداية تشتغل شي بداية تكون شكل ثلاثي أبعاد فلما يكثروا البرامريات يتكون عندك السكندري السكندري اللي هو لما يكتمع البرامريات طبعاً اللي ما قد فعان معانو في المنزمة هو هذا السكندري أو اللي يسمى هيلكس ممكن لو شعاني يقولك هذا يسمى تقول له هيلكس أو سكندري بس بالاصل والله هو اعلم انه السكندري نوعين يا هيلكس ولا شيتس وكله يعتمد على النون كفل طيب لو كثروا السكندريات يتكون عندك ترجيريا الترجيريا لاعيكون كده مش وائية طيب بس هنا في عندك البعض المراكع تقول Vogt الترجيريا مكون من اجتماع الهيلكس مع الشيت فهيلكس زائد شيت يدعني ترجيريا ولله هو اعلم به SPEAK بي Backhood ولما يكثروا الترجيريا ترجيريا وترجيريا وترجيريا ترجيريا يتكون لديك كواترنة الان قولنا نفس الكلام يس طيب ما أحب أن تفصل بعد كثير لأنه يعني أخاف أن الحل ما يكفيش طيب وآخر مفهوم في البروتينات اللي هي الـ denaturation يقول لك أن الـ denaturation هي عبارة أو الـ process اللي يتم فيها تغيير the shape of a protein يقول لك التغيير شكل البروتينات without breaking the amide bones نذكر الـ amide اللي هي الـ N مع الكربوكسيل CWB طيب الآن هذه الزحيم بروتينا طيب البروتينات تتوقعوا يعني سؤال كده أيش الروابط أو أيش الحاجات اللي يتخلي هذا القزء وهذا القزء يتماسكوا ليش هناك تمازق ليش ما تفكوا هذا يقول لك أن في حاجة اسمه non-covalent bones طبعا هنا اللي ماسك الأزرق بالأزرق هذا هذن كلهم covalent 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 طيب اللي ماسك الأزرق هذا والأزرق هذا الروابط اللي هنا الصغير هذي اسمها الـ non-covalent اللي هم اللي هم البالدير والز والله عنا ممكن دايبول والأيونيك تمام فهيقول لك أن الـ non-covalent ضعيفات طيب يتأثروا يعني لمسه تمام فيقول لك أنه هنا عندك heat وعندك أسد وعندك base هذن الحاجات مجرد ما تضيفهم للبروتين بتركيز عالي شوية يتفكك يتفكك يعني ايش الروابط اللي هنا الـ non-covalent الفندر ووز ومدري ايش تتأثر بالحرارة فتفتك على هذا الخلاص يعني التباعات تمام وهذا الآن المركب بعد ما حصل له الـ denaturation طبعا لما تشيل الحرارة ترجع هذه صورتها طبيعية تمام ما يقول لك temperature وعلى أزد وعلى base يقول لك disrupt the non-covalent bonds نفس الكلام الله نبدأ شارك مفصلة برضو هيدروبين بونس ومكليخ تمام وبكده نكون كملنا درس البروتينز وبس ترجمة نانسي قنقر